في الشأن الدولي عمل المجتمع المحلي في كراكاس فنزويل على استحداث عملة جديدة لمكافحة الأزمة الاقتصادية الفنزويلية مزيد من التفاصيل في هذا التقرير من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية الفنزويلية عمل المجتمع المحلي في كراكاس على استحداث عملة جديدة وجاءت هذه العملة معدم توفر النقود في المصارف حيث ستوفر شراء السلع التي تنتجها المنطقة وبالتالي تخفف النقص في النقد والتضخم بنال وهي العملة التي تحمل صورة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز تهدف إلى مكافحة الندرة النقدية وأسعار المواد الغذائية غير القانونية وهي واحدة من المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تخنق الشعب والحكومة وتعتبر هذه العملة عملة موازية لبوليفار العملة الفنزويلية حيث أن العملة الموازية والوحيدة هي الدولار الأمريكي وترتفع الأسعار بشكل شبه يومي وخفضت قيمة البوليفار بنسبة 95% مقابل الدولار الأسود الذي يمول الكثير من الواردات من القطاع الخاص